السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي أهلا وسهلا بكم مع درس من دروس منصة الوزارة الترباء والتعليم للصف السادس الابتدائي ومعكم مستر محمد معروف من مدارس المنصورة كوليج الدولية للغات وموعدنا اليوم مع درس من دروس النحو وهو درس إنا وأخواتها فيريد نركز لأن الدرس هنأخذ منه مراجعة بسيطة كده على كان وأخواتها قبل ما نبدأ في الدرس إنا وأخواتها طبعا الفرق ما بين إنا وكان إن كان وأخواتها وإنا وأخواتها الاثنين من النواسخ يعني لو لما يجي قول استخرج ناسخ أو يجي في جملة ويوم قال احذف الناسخ يبقى أنا هحذف إنا أو هحذف كان إنا وأخواتها نواسخ الفرق ما بينهم إن كان وأخواتها أفعال إنما إن وأخواتها حروف تاني كان وأخواتها أفعال إن وأخواتها حروف الاثنين نواسخ يعني إيه نواسخ؟ يعني بينصبه أو بيجزمه في الجملة طبعا كان وأخواتها نقولنا قبل كده إن هي بتنصب الخبر إن العكس إن بتنصب المبتدأ يبقى إن وأخواتها وكان وأخواتها الاثنين بيدخلوا على الجملة الإسمية إن وأخواتها وكان وأخواتها الاثنين نواسخ والاثنين بيدخلوا على الجملة الإسمية والاثنين بينصبوا الفرق إن كان أفعال إن حروف كان بتنصب الخبر إنما إنه بتنصب المبتدأ وطبعا يسمى اسمها وخبرها نقرأ هذه الفكرة إن عالم المكتبة واسع هل تعلم أن الكتب كنز لا يقدر بمال كنز لا يقدر بمال فعندما تقرأ كتابا تشعر كأنك مسافر إلى عالم مختلف ليت الكتاب صديقك تأكد أنه لن يخذلك أبدا لو نرى في هذه الفكرة أن الكلمات التي لونت باللون الأحمر هي إن أن كأن ليت وهناك حروف نواسخ أخر من أخوات سنتعرف عليها إِنَّا أَنَّا كَأَنَّا لَيْتَ لَعَلَّ لَكِنَّا بهذا الترتيب يكون أسهل إن شاء الله هي حروف تدخل على الجملة الإسمية تنصب المبتدأ ويسمى اسمها تدخل على الجملة الإسمية تنصب المبتدأ ويسمى اسمها إذن لو تأملت لا يمكن أن يأتي بعد إن وأخواتها فعل لابد لابد وأن يأتي بعد إن وأخواتها اسمها وأيضا كان وأخواتها لابد وأن يأتي بعدها اسمها إزاي الكلام ده طبعا أنا ممكن أقول كان يزاكر ما هو جاية مستر بعد كان فعله لا كان مين اللي كان في اسم كان هنا منصوب إنما لما أقول إن لازم أجيب اسمها إما اسمها ده يكون اسم ظاهر موجود وإما أن يكون اسمها ضمير مستطر نرجع للفقرة اللي كانت قبلها إن عالم المكتبة واسع إن هو أصل الجملة عالم المكتبة واسع دخلت على الجملة إن أصبحت عالم اسم إن طبعا المكتبة مش هقول إن مكتبة خبر إن لو قلت عالم المكتبة وسكت مش هفهم حاجة والخبر قلنا قبل كده إن الخبر باسأل عنه بميه بماله الخبر أسأل عنه بماله إن عالم المكتبة وماله واسع يبقى الخبر بتاع إن واسع هل تعلم أن الكتبة كنز لا يقدر بمال الكتب كنز الكتب كنز ده مبتدأ وخبر دخلت عليها أن بقيت أن الكتباء نقول أن أن وأخواتها أو إن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية تدخل على الجملة الإسمية تنصب المبتدأ وترفع الخبر تنصب المبتدأ وترفع الخبر المبتدأ يسمى اسمها اسم إن أو اسم أن أو اسم كأن أو اسم لعل أو اسم ليت أو اسم لكن إِنَّا والخبر يسمى خبرها خبر إِنَّا خبر أنّا خبر كأنّا خبر ليتا خبر لعلّا خبر لكنّا فإن وأخواتها حروف تدخل على الجملة الإسمية تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها طب هو أنا ممكن يجي لإعراب إِنَّا وأخواتها لا مش هيجي لك إعراب إِنَّا وأخواتها ولا حاجة هو كل اللي هيجي لك يقول لك استخرج ناسخ وحدد اسمه وخبره أو ممكن يحدد لك وقول لك استخرج حرف ناسخ وحدد اسمه وخبره أو استخرج فعل ناسخ وحدد اسمه وخبره وإحنا قلنا الفرق ما بين إِنَّا وكانّا أنّا أفعال وإِنَّا حروف ندرك الحتة دي كويس يا شباب يبقى إِنَّا وأخواتها هي حروف تدخل على الجملة الإسمية تنصب المبتدأ ويسمى اسمها اسم إِنَّا وترفع الخبر ويسمى خبرها أي خبر إِنَّا وإِنَّا هذي الحروف هي إِنَّا أنَّا كَأنَّا لَيْتَلْعَلَّ لَكِنَّا إِنَّا أنَّا كَأنَّا لَيْتَلْعَلَّ لَكِنَّا ولكن ما معنى هذه الحروف إنَّا تفيد التوكيد وأنَّا تفيد أيضا التوكيد طب هسأل سؤال يا شباب وأعاوزكم تردوا عليه ما الفرق بين إنا وأنا ما الفرق بين إنا وأن ما الفرق بين إنا وأن هل هم نفس الكلمتين ولا في فرق ما بين الكلمتين طيب ميرال شازلي في سؤال بتقول مستر في درس زكاء صبي القصة الأولى ما المناسبة التي يقيل فيها هذا الكلام أكيد تقصده بالكلام إن كنت كبيرا فلست أكبر من سليمان ولو كنت صغيرا فلست أصغر من الهدود طبعا الكلام كلما دخل الحسن ابن الفضل على الخليفة وأراد أن يتكلم فزجره الخليفة بين سبب رسم الهمزة المتطرفة فيما يأتي شاط شيء وضوء طبعا كل ما قبلها ساكن تكتب على السطر إذا كان ما قبلها ساكن تكتب على السطر يعني شاط وشيء أصلا ميرال كانت بها غلط لأن الهمزة تكتب على السطر مش على الياء أما قرأ الألف مفتوحة الهمزة مفتوحة فإذا كتبت مفتوحة أو إذا كانت مفتوحة تكتب على الأس من رواب بتقول ممكن تعملها انتحان حاضر إن شاء الله هو بس مفيش مايك عشان لو لو فتحنا المايكات كتير هنلاقي ناس كتير بتتكلم مع بعض فيبقى صعب إن احنا فالأسل اللي هنتوصل عن طريق الشهات يا شباب جودي بتقول إن بالكسر تدخل على الاسم وإن بالفتح تدخل على الفعل هي خد بالك يا جودي إن في عندنا أن 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 هي اللي بتدخل على الفعل أن إنما أنا بتكلم إيه الفرق ما بين إن وأن عبد الرحمن بيقول هي ألف نون بس ما كانش هي إن ولا أن بتبقى في أول الكلام صح هي في واحدة منهم بتبقى في أول الكلام وأن عبد الرحمن أحسنت أن بتبقى في نصف الجملة أحسنت تمام يا مستر أحمد بيقول نوع كان بيحل سؤال وجعله بيقول رأيت كلاما على الانترنت يشعل الفتنة الطائفية يعني إيه فتنة طائفية الفتنة الطائفية هي إن هو حد يوقع ما بين المسلمين والمسيحيين تمام الحمد لله إن إحنا ما عندناش في مصر ديانات أخرى غير إما مسلم ومسيحي ما فيش ديانات تانية عندنا في مصر وده ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها علينا في الحتة دي ما فيش عندنا يهودي أو ما بيننا أو كده وإن كان في ناس عايشة فكر اليهود بس الحمد لله يعني ربنا يعافينا منهم شياطين الإنس والجن لكن ما فيش أي فتنة طائفية ما بيننا وبين المسيحيين ألم ترنع في كل عيد وموسم حليفة ولاء لا جفاء ولا هجر فإحنا كلنا في وطن واحد وكلنا عايشين مع بعض منحب بعض ما فيش أي فرق ما بين مسلم ومسيحي والكلام ده باتخده بالتفصيل في الدرس بتاع الدين المعاملة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلف فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة ألا من ظلم معاهدا اللي يظلم واحد من المعاهدين اللي عايشين معنا في الوطن بتاعنا أو ياخد منه حاجة بغير رضاه أو يكلفه فوق طاقته في الشغل أو في العمل أو في المذاكرة فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هو اللي هيكون خصمه يوم القيامة وده طبعا عقب شديد جدا إن مش هيبقى المسيحي ده هو اللي خصمي قدام ربنا لأ اللي هيقف ضدي ويشتكيني قدام ربنا يوم القيامة هو المسيحي اللي أنا ظلمته أو اليهودي أو أي واحد كان من غير ديانتي لكنه موجود في مصر طب يعني إيه معاهد؟ معاهد يعني أهل زمة لو واحد من أوروبا دخل هنا مصر بجواء الصفر وخد تأشيرة مصرية أصبح هو معاهد هو آمن على نفسه على بطنه وعلى أهله وعلى ماله وعلى كل حاجة هنا في بيته في بلده تمام؟ في بلدي أنا لحد ما يبقى يرجع يبقى هو كده معاهد عندي هنا في البلد ما أقدرش أن أنا أعتدى عليه أو أظلمه ومش هعمل زي اليهود اللي كانوا حاول يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم لما راح عشان يتعاهد معاه يبقى أين يأتي قبلها فعل؟ مش لازم يأتي بعد قبلها فعل إنما تأتي في وسط الكلام ممكن يكون الاختلاف في محل الأراب؟ لا الاختلاف مش في محل الأراب حبيبو بتقول الهمزة مرة فوق ومرة تحت طب إحنا ليه كتبناها فوق ومرة وليه كتبناها تحت طيب تمام بروين بتقول ولكن إنه لا يجب أن يأتي قبلها أي شيء ممكن إنه يجي قبلها شيء لكن أنه هي اللي لازم يجي قبلها حاجة تمام؟ أحسنتم ما شاء الله عبد الرحمن تمام؟ سيرال الآن لازم يأتي قبلها فعل ولكن إن تأتي في أول جملة أحسنت ياسين أنا حصتي كده ياسين معلش عحمد عشر معاهد وأمان أهل الكتاب لازين بيننا وبينهم مواصل كوي كويس أنت مذكر الفصل الدرس اللي على الدور أوه مستروعاد حط بالفتحة إن بالفتحة في أول جملة لا ما ينفعش أقول أن الطالب مجتهد ده مش هيبقى كلام صح إنما لو جات في بداية الجملة يبقى إن جانا أن تكون في نص الجملة تمام؟ إنه بتجي في وسط الكلام أحسنتم يبقى الفرق ما بين إن وأن إن إن تأتي للتوكيد في بداية الجملة حرف توكيد ونصب لو تشوف إن إحنا هنلاقي إنما مثلا إيه؟ إنما الصحة وأنوان الحال إن أسلوب مؤكد بإنك تمام؟ لو جات في بداية الجملة تفيه التوكيد مثال أنا لما أقول الطالب مجتهد آه تمام يبقى الطالب مجتهد إنما لما أقول إن الطالب مجتهد يبقى أنا بأكد الكلام بتاعي وبأكد إن الطالب ده مجتهد تمام؟ أنه لما أقول علمته أنه الطالب مجتهد طيب كأنه تفيد التشبيه وديه من يستخدمها في أسلوب التشبيه كتير اللي هي في الجماليات في النصوص كأن لما أقول مثلا إيه؟ كأن الجندي أسد كأن الجندي أسد تمام؟ أنا بشبه الجندي بأنه أسد كأن الفتاة قمر كأن الفتاة قمر تمام؟ يبقى هنا بشبه الفتاة بأنها قمر لكن تفيد الاستدراك يعني إيه الاستدراك؟ الاستدراك يعني حاجة فيه امتهى بس متأخر شوي يعني مثلا إيه؟ ذكرت جيدا لكن الامتحان صعب تمام؟ هو هنا تفيد الاستدراك بعد كده تمام؟ ذهبت متأخرا لكن المعلم لم يأتي يبقى هنا تفيد الاستدراك تمام؟ ليت تفيد التمني ولعل لا تفيد الرجاء وإيه الفرق ما بين التمني والرجاء؟ التمني يكون مع الشيء الصعب حدوثه أو المستحيل حدوثه يبقى ليت تكون مع الشيء المستحيل حدوثه مثال قول الشاعر ليت الشباب يعود يوما ليت الشباب يعود يوما ليت الشباب يعود يوما هل ممكن الشاعر بعد ما بقى عجوز يرجع تاني شباب في يوم من الأيام؟ مستحيل طبعا تمام؟ ليت الكفار يدخلون الجنة؟ ولا طبعا مستحيل تمام؟ إنما لعل لعل تفيد الرجاء الرجاء اللي لعل الله هيغفر لك أنا بتمنى أن ربنا يغفر لك لعل المقتهد ينجح ويتفوق يبقى دا يا الرجاء اللي هو الحاجة اللي أنا بأمل أو نفسي أن هي تحصل وتتحقق وهي من الممكن ومن السهل أن هي تحصل وتتحقق إن شاء الله دا الفرق ما بين ليتا ولعل ليتا تفيد التمني مع الشيء الصعب أو المستحيل الحدوثة أما لعل تفيد الرجاء طبعا إنا وأخواتها أن حروف ناسخة تدخل على الجملة الإسمية تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها أن تفيد التوكيد كأن تفيد التشبيه لكن تفيد الاستدراك ليتا للتمني لعل للترجي طب هل ضروري أن نحفظ المعاني بتاعتهم جدا لأن كتير جدا بيقوم جايب سؤال استخرج استخرج ناسخ يفيد التشبيه أو ممكن يبقى عندك إن أو أن أو لعل لكن ما فيش يعني تقوم أنت مطلع أي واحدة فيهم تبقى غلط أنت المفروض أن هو بيقول لك ناسخ يفيد كذا يبقى هتستخرج اللي تفيد كذا هو قال لك تفيد التشبيه يبقى كأن قال لك تفيد التمني يبقى ليتا قال لك تفيد التوكيد مثلا يبقى إن أو أن وعايزك تاخد بالا الشباب أن في عندنا ثلاثة ألف ونون في إن وأن وإن وأن يبقى كده عندنا أربعة إن وأن وإن وأن إن اللي هي التوكيد إن وآخات أقل يا ريت لو معاك قلم وورقة كده وتكتبهم ورايا إن 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 المشددة والألف مكسورة الهمزة تحت إن دي حرف توكيد ونصب يفيد التوكيد أن حرف توكيد ونصب يفيد التوكيد بس بتيجي في نصف الجملة أو بيجي قبلها فعل تمام تفي إن إن الهمزة مكسورة تمام بس النون ساكنة إن دي اسمها أداة شرط هتاخدوها السنة الجاهة بإذن الله اسمها أداة شرط تمام لازم شرط يتحقق إن تذاكر تنجح يبقى شرط النجاح أن أنت لازم تذاكر تمام ودي مش تبعنا وخد بالك عشان بتقوم جيالك في القطعة فبتلاقي نفسك تلخبط فيه طب ما في عندك كمان إن إن الهمزة مفتوحة لكن النون ساكنة أن دي طبعا مش معنا برضه مش من حروف الناسخ أن يأتي بعدها فعل مدارع منصوب يأتي بعدها فعل مدارع منصوب بدينا أخدها الترمي التاني بإذن الله في علامات إعراب الفعل المدارع طب أنا كدنا نطلخ بط أنا هعرفهم إزاي أقول لك هتعرفهم إزاي أولا إن وأن لا يأتي بعدها إلا إسم زي ما احنا اتفقنا بتخش على الجملة الإسمية بس دي أول حاجة الحاجة التانية أن إِنَّا وَأَنَّا مش هتعرف تنطقهم غير إِنَّا وَأَنَّا يعني مثال لو كدبت لك جملة مثلاً وقلت لك إِن تُزاكر تنجح إنتقها كده في سرّك كده لو أَنَ انطقة كده أَن تُزاكر تنجح إِنَّا تُزاكر تنجح أَنَّا تُزاكر تنجح هتلاقها مش لايقة ومش نافعة مش هتتنطق لكن إِنَّا وَأَنَّا ما تتنطعش غير إِنَّا وَأَنَّا بس تمام؟ تمام؟ يبقى إنّا وأنّا تتنطأ إنا وأنّا بس تمام؟ طيب. أنواع خبر إنا واخواط glossyال هاته." طب وإحنا نقول انواع الخبر هي أنواع الخبر اللي احنا خدناها في كاناء واخوتها هي انواع الخبر اللي احنا خدناه في المبتدأ هي انواع الخبر بتاعة إِنَّا واخواتها بالظبط مفيش اي فرق ما بينهم. وقلنا ان انواع الخبر تلاتة. أنواع الخبر تلاتة. خبر مفرد وخبر جملة وخبر شبه جملة والخبر الجملة بينقسم إلى جملة اسمية وجملة فعلية ولابد أن يكون ضمير لابد أن تشتمل على ضمير الرابط خد بالك من دي والخبر الجملة الفعلية يبدأ بفعل يبدأ بفعل الفعل مش هيجي بعد أنه وأخواتها على طول خد بالك الفعل هيجي في موضع الخبر مثال هل تعلم أن الرياضة أن بالله عليك تعرف تنطقها إن الرياضة فائدتها كبيرة أو أن الرياضة فائدتها كبيرة لا هل تعلم أن هي توكيد ونصب خالص إن أن الرياضة طب الرياضة تتريب إيه وفين الخبر هنا أن الرياضة فائدتها كبيرة هيا شباب أنا عاوزك تطلع لي إعراب الرياضة تتعرف إيه وفائدتها والخبر بتاع كلمة أنا فين ونوعهم إيه ها يلا بسرعة فين الخبر بتاع إن أحمد بيقول هو المعاهد وأهل الديانة ولا من بيننا وبينهم عهود من بيننا وبينهم عهود من أهل الديانات الأخرى تمام؟ الإجابتين لاتنين من بيننا وبينهم عهود من أهل الديانات الأخرى لكن لو جاي لك اختيارات يبقى من أهل الديانات الأخرى حيوية بتقول بس صاحباتك بتقول إنما مش إن أحسنتي ما شاء الله عليك يعني سريعة في البادية طيب هقول لك حالا ليه الماء دي دخلت على إن وبتعمل إيه؟ صور البندي فيه شجاعتك إنما أحسنت أحسنتي حيوية تمام؟ ياسمين السماء صافية لكن المطر غزير أحسنتم إنت يا أحمد؟ أمونة الصلاة أنا تأكيد تمام؟ أحمد عن استدراك هيوية الرجاء هو الطلب الرجاء هو الطلب؟ لا أنا ما بطلبش أنا بقول لعلا الطالب ينجح ما بطلبش حاجة الطلب ده بيكون فعل أمر أو طلب أو نهي الطلب بيكون أمر أو نهي أنا قلت الاستدراك يعني حاجة أنا فهمتها غلط استدرقتها فهمتها متأخر تمام؟ استدراك كاف استدراك أحمد علي كبيرة اسم تمام؟ كبيرة اسم إنّ الرياضة اسم إنّ منصوب مع علامة نصب الفتحة أحسنتي محمد فائدتها كبيرة خبر جملة اسمية آآ تمام؟ ينيا جو دي خبر إنّ كلمة الرياضة وتعرف خبر إنّ مرفوع بالضمة خطأ خبر إنّ بيكون لا الرياضة اسم إنّ آسف يا جو دي الرياضة إنّ الرياضة إنّ الرياضة هي اللي جاي بعد إنّ على طول يبقى اسم إنّ منصوب بالفتحة فائدتها كبيرة إيه اللي صعب بيحدثها التمني هو الحاجة اللي صعب إنّ هي تحصل مش مش قادر احققها الرياضة اسمها منصوب تمام كريم وسيرين بروين بتقول ان للتوكيد والرياضة اسمها منصوب بالفتح احسنت احمد بقوله وممكن الجملة يبقى فيها فعل ناقص ناسخ وحرف ناسخ في نفس الجملة او طبعا طبعا موجودة وموجودة كتير وهوريها لك حالا نكتب لك جملة حالا الخبر فائدتها كبيرة جملة اسمية احسنتم احسنتم اه بتجاوب الاول بس عشان ان انت بطيء عادي ما هو يعني فيش مشكلة خالص انا مش بقول مين اللي بيجاوب اسرع ان الاهم عندي مين اللي يجاوب صح يعني مش مشكلة يا شباب من مين اللي يجاوب اسرع المهمة عندي الصح تمام اه ميرال بتقول يعني ايه ناسخ ناسخ يعني بينصب حاجة مش احنا بنقول ان هي كانت الجملة الاسمية عادي مبتدأ وخبر والمبتدأ مرفوعة والخبر مرفوعة تمام طب يعني ايه ناسخ بقى ناسخ يعني انا دخلت عليها سواء اسم او فعل نسخها يعني خلى الاسم منصوب المبتدأ منصوب او الخبر منصوب طالما بينصب يعني بينصخ تمام يبقى هل تعلم ان الرياضة فائدتها كبيرة طبعا الرياضة اسم ان منصوب الفتحة وخبر انه ماقولش على طول فائدتها كبيرة كده عشان فاع ضمير لا واحدة واحدة وركز احنا قلنا الخبر بسأل عنه بماله وانت عاد في اللجنة كده وبتحل ركز واسأل واتكلم خد حوار مع نفسك كده اه ان الرياضة شيل ان دي خالص الرياضة الرياضة مالها خبرها فين مالها فائدتها كبيرة طب ما انا ممكن اقول الرياضة فائدتها لا ممكن اقول الرياضة كبيرة ام الفائدتها دي رحت فين يبقى الرياضة فائدتها كبيرة كلها على بعضها ده الخبر بتاعه تمام طيب فائدتها كبيرة وقف او ام عامل كوسين كده وفكر فائدتها كبيرة فيها ضمير يبقى جملة اسمية بس برضه تأكد فائدة اه ده فاتق مربوطة يبقى دي خبر جملة اسمية انا كده اتأكدت من كل حاجة ان ممارسة الرياضة تقوي الجسم ان ممارسة ممارسة اسم ان ممارسة اسم ان منصوب زي ما قلنا على طول بقى منصوب بالفتحة اسم ان منصوب بالفتحة ممارسة الرياضة هل الرياضة تنفع خبر هل الرياضة تنفع خبر ان بسرعة كده يا شباب الرياضة تتعري بايه الرياضة في الجملة التانية ان ممارسة الرياضة الرياضة في الجملة التانية تتعري بايه يعني ايه ناقص ناقص يعني محتاج ما يتمم معناه احنا قلنا ناسخ يعني بينصب تمام انما ناقص يعني محتاج ما يتمم معناه طب يعني ايه يتمم معناه انا لو قلت مثلا كان التلميذ نشيطا فين الخبر كان نشيطا طب هل لو قل لو شلت الخبر هنا الجملة تبقى تمة يعني اقلت كانت تلميذ وسكوت هل فيمت حاجة لا ما فيمتش حاجة يبقى محتاجة حاجة تتمم الخبر بتاعها تتمم معناها عشان كده اسمها ناقصة ناقصة يعني محتاجة حاجة تكملها ايه اللي بيتكملها الخبر بتاعها تمام يبقى ده فعل الناصخ مناقص ما معنى الترجي يوسف بيقول الترجي هو الرجاء اللي انا بقى نفسي في حاجة تحصل نفسي في حاجة يعني مثلا اقولك مثلا ايه لعل الله يرحمنا انا نفسي في رحمة ربنا تمام لعل اا او لعلي انجح لعلي اتفوق لعلي اجيب الدرجة النهائية يبقى دي هو ده الترجي هو ده الحاجة اللي انا نفسي ان انا حققها وبسعى فعلا وباكتهد ان انا احققها تمام مستر ياسمين انا كاد بمبدري بس ما شفتهش معلش معنى الترجي كده خلاص ايه يوسف بقول مش فاهمة ايه الفرق ما بين ايه ما بين ايه ما بين ان وان الفرق ما بين ان وان ان الاثنين بيفيدوا التوكيد الفرق ان ان الى الهمزة المقصورة التحت بتجي في بداية الجملة انما ان بتيجي في نص الجملة بس ما فيش فرق اكتر من كده الخبر فائدتها كبيرة احسنت انت الرياضة مضاف الي احسنت يا ياسمين الرياضة مضاف الي مجرور احسنت محمد العشري وجهودي محمد علي خبر لأ الرياضة مش خبر يا محمد ولا اسمي ان يا عبد الرحمن مستر برده ممكن تيجي عبد الرحمن بيقول مستر هو ممكن يبقى الخبر ممكن تيجي الطالبة يشجعها المعلم يشجعها او فيها هاء والف ايه بس ما هيش خبر جملة اسمية طبعا سؤال رائع مش لازم ان انا اول ما اشوف دمير اقول ان هو خبر جملة اسمية على طول لا افكر الاول واشوف الجملة بتقى بايه بتقى باسم ولا بفعل يشجع فعل يبقى دي جملة فعلية مش جملة اسمية. اه شاهدت حرف ناسخ. تمام. الخبر هو تقوي الجسم احسنت. وخبر كملة فعالية طبعا. تمام. ما شاء الله عليكم. والخبر يوسف كريم. الرياضة مضافة المجروب الكسر. احسنت يا يوسف. احسنت يا كريم. بيقول محمد العاشر يقول تقوي الجسم يا جملة فعالية في محل رفع خبر انه احسنت. اجابة الموزاكية طبعا. برك الله فيك. حبيبة بتقول يعني ايه نصب? نصب? منصوب? منصوب. ايه بحط عليه فتحة. المفرض ينصب بالفتحة. وجامع التكسير ينصب بالفتحة. جامع المذكر السالم ينصب بالياء. المثنى ينصب بالياء. جامع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. هو ده النصب. ازاي نقدر نميز ما بين كأن وكان في اي فكرة? كأن ما هي مغا بين في فرق يعني في فرق كبير في الاملة بتاعتها في ما بين الكتابة دي وكتابة دي. تمام? الفرق ان كأن الالف عليه همزة. ومستحيل هيجيبها لك في الامتحان من غير همزة. تمام? وحتى لو جيت مثلا لو قلت مثلا يعني هو هيجي بعدها اللي بعدها بيكون كأن اللي بعدها بيكون منصوب. والخبر بتاعها مرفوع. انما كان العكس. الخبر بتاعها بيكون منصوب واسمها بيكون مرفوع. آآ فريينيا بتقول اول مرة اهدار مع حضرتك كنت نوري. انا سعد بيكون جدا وبالمستوى الرائع بتاعك بصراحة. ان الكراءة مفيدة. تمام? منة الله اسلام. من انا قرأت لك جي رسالتين او ثلاثة رسالة لحد الوقت ازاي رسالتك ما بتوصلش يعني بتوصل. ان ممارسة الرياضة تقوي الجسم. تمام زي ما انتم قلتوا. الرياضة هنا مضافئ لما تنفعش خبر. انا طبعا. تمام? لان لو قلت ممارسة الرياضة مالها. الخبر لازم اسأل عنه بماله. الخبر لازم اسأل عنه بماله. سواء بقى خبر مفرد. خبر جملة اسمية. خبر جملة فعلية. خبر شبه جملة صرف أوضر ومجرور الخبر لازم اسأل عنه بماله تمام يبقى تقول جسم الرياضة موارسة الرياضة مالها تقول جسم تقول الجسم غالبا غالبا مش دايما لكن الرابط الجملة الفعلية بتحتاج لرابط خد بالك الرابط في الجملة الفعلية بيجدامر مستتر زي ما هو موجود عندك كده تقوي الجسم أكيد طبعا مش الجسم هو اللي بيقوي تقوي الرياضة الجسم تمام؟ الجسم هنا مفعول به منصوب الفتحة وده أعمل على تجديد الطاقة أو تجديد طاقته تمام؟ طاقته تتعري بإيه؟ تجديد طاقته طاقته تتعري بإيه؟ أو طاقته مشان نبقى دكوكين شوية تجديد طاقته طاقته تتعري بإيه شباب بسرعة طاقته تجديد طاقته مساء الله عليه أنا بحضر محضرك من زمان بس ده أول حصة أحضرها مباشرة انوراني والله ما شاء الله عليك بروين هل الجسم مفعول به أم مضاف إليه وكيف أفرق بينهما؟ تمام؟ بروين سؤال جميل تقوي الجسم هل الجسم مفعول به أم مضاف إليه؟ طيب إحنا أنا عايز بس أعراب طاقته يا بروين وبعد كده هشرحها لك تمام؟ حاول هالك أنا حالاً عشان ما بقاش بس جوابت على السؤال عشان منتظر الإجابات بتاعتكم هالة كأن فيها همزة تفيد تشبيه ولكن حرفك هنا مفعلاً لما فيهش همزة أحسنت يا هالة هالة ممتازة هالة والله إن شاء الله عليك تمام بروين حضر هشرحها لك حالاً أخذ بس الأعراب بتاعها على كلمة الكلمة اللي أنا ولتاعة تجديد طاقته تمام؟ عايز أعراب طاقته يا شباب طاقته فرينيا بتقول مفعول به خبر المتدى الثاني طاقته ياسين أيها بتتسجل ياسين مضاف إليه آه مضاف إليه صح صح مضاف إليه هل الجسم مفعول به أم أن الرئيسة وتقول جسم حاضر ماشي مروين حاضر أقول هلك والله حالاً يا شباب تجديد طاقته هل طاقته مفعول به ولا مضاف إليه تجديد طاقته طاقته مفعول به ولا مضاف إليه مفعول به نور طيب عشرين وقت بصوا وركزوا معايا قوي 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 في الحتة دي تجديد تعمل على تجديد طاقته وفوق الجملة اللي قابلها تقوي الجسم تقوي الجسم تقوي دي أقف عندها أحط لألف ولم تنفع التقوي لا ما تنفعش طيب مو بعتها سوف سوف تقوي أو تنفع س ستقوي تنفع يبقى الفعل بياخد عند السين وقد وسوف سين وقد وسوف يبقى ده فعل يبقى تقوي الجسم من اللي بتقوي هي الرياضة ويبقى الجسم مفعول به منصوب بالفتح طيب الجسم بسأل المفعول بسأل عنه بماذا تقوي ماذا تقوي الجسم يبقى الجسم مفعول به طيب الجملة التانية تعمل على تجديد طاقة تجديد طاقة طب تجديد حطولها سوف سوف تجديد مش حلو تبسين ستجديد لا مش نفع خالص طب قد قد تجديد لا 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 خالص يبقى دي مش فعل ايه ده هي تجديد دي اسم اه اسم حطولي ألف ولم كده التجديد بس التجديدات الحديث يبقى يبقى تجديد اسم طب ده شبه الفعل المدارة ماليش دعوة شبه ولا مش شبه مفيش كلمة اتصرع في عربها اللي ما تأكد منها شباب اذا كانت اسم ولا فعل حتى لو كانت الكلمة بديهية كده اه ما تقويس علي بس لازم اتأكد برضو اذا كانت اسم ولا فعل اوعى تندفع وتقوم جاوب حاجة وانت مش متأكد من اجابة 100% مفيش مشكلة خالص انك تقوم بحط الف ولام وقاد وسين وسوفا وتتأكد انذا كانت كلمة اسم ولا فعل تمام يبقى تجديد اسم التجديد بتاع تقطه بتاع ايه يبقى مضاف اليه بتاع ايه يبقى مضاف اليه تمام بتاع ايه مضاف اليه خلاص كما ان الرياضة ممتعة الرياضة اسم انها ممتعة 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 خبر ان وطبعا مفرد عشان كلمة واحدة فاحرص عليها احرص احرص انت فعله امر طب الفائد دي لازمتها يا حاجة ولا لها اي لازمة ولا تبص لها سواء جاي بعد اسم جاي جاي قبل اسم جاي قبل مش عارف ايه يعني مثلا اقوم اقول لك هل تعلم ان الرياضة فائداتها كبيرة فالرياضة كزا فالرياضة ما تقومش بقى تقوم جاي تستابل وتقوم عامل الفاء حرف جر لا حرف الجر اسمه في مش الفاء قد بالك من حتة زي دي تمام كما ان الرياضة ممتعة فاحرص الفاء دي بتيجي عشان تربط ما بين الجمل بس فاحرص عليها خد بالك من عليها دي على حرف جر وها اسم مجرور لتستفيد وتستمتع لان الرياضة للجميع لان الرياضة للجميع اه شوف بقى انا جات في نص الجملة تمام انا الرياضة الرياضة اسم انا طب ايه ده فن الخبر الضrada مفيش خبر ولا ايه لا ازاي لان الرياضة الرياضة مالها للجميع للجميع الجميع دي جروا مجرور اا نحن احنا قلنة ان في حاجة اسماها خبر ue نلخص كده يا شباب الي احنا قلنا كله الخبر بينقسم الى خبر انا واخوتها او خبر جملة فاعلية الخبر مبتدأ او خبر كان واخوتها او خبر ان انا واخوتها بينقسم الى خبر مفرق وبيكون كلمة واحدة خبر جملة اسمية او فعلية وبيكون فعضة مير وخبر شبه جملة بيكون جره مجرور او ظرف زمان او مكان وتكون الخبر ده كله سواء جملة اسمية او فعلية او شبه جملة او ظرف او جره مجرور بيكون في محل رفع خبر انا واخواتها وبكده يكون انتهى الدرس بتاعنا النهاردة اشكركم على تعاونكم الرائع ويا رب تكون وفهمته واستمتعته وشوف لو في حد عنده سؤال بس كده لازم يكون المضاف بالالف واللام طبعا مش لازم يكون المضاف بالالف واللام انما اهم حاجة او اول اسمه مضاف لازم اسأل عنه بتاع ايه او بتاع مين هيتطلع لعراته تمام سوف تجدد محمد علي بياخد بالك سوف تجدد تمام انما كلمة اللي موجودة في الفقرة رجع لها تاني كده اسمها تجديد مش تجدد تمام ممتع خبر انه صح مصر بس في حرف جر الفق حرف جر لا طبعا الفق مش حرف جر يا جو دي قولي حرف الجر كده في سرك من الى عن على في الفق ومعها ياء في اقولك في البيت في المنزل في فق ياء مش فق بس تمام لو اجي قبل فعل هيبقى حرف جر برضو لو اللام جي قبل الفعل لا بيبقى اسمه لام التعليل او لام الامر وده هناخده في الترمي التاني ان شاء الله لو اللام لو حرف اللام بيجي قبل الفعل بيبقى اسمه لام تعليل او لام امر نور اول يوم معايا نوريني يا النور والله الامتحانات بقى كل محافظة يا سين بتحدد الامتحانات على حسب المعيد المتاحة لها مش فتبقى امتحانات موحدة اه اشكركم على تعاونكم